أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على أهمية الحفاظ على الإرث التاريخي لمملكة البحرين ومسيرتها الحضارية الممتدة لعصور منويها سموه بأن ما تمتلكه المملكة من تاريخ عريق وما تسخر به من تراث أصيل يستوجب مواصلة الحفاظ عليه ترسيخا لمكانة المملكة كأرض للحضارات عبر التاريخ وتعزيزا لدورها على الخريطة التراثية والثقافية في ظل ما تشاده من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظة المحافظة الجنوبية بحضور مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والذي تشرف بإهداء نائب جلالة الملك ولي العهد كتاب الرفاع عز بين الماضي والحاضر والذي أعدته المحافظة الجنوبية ويتناول إسهامات مدينة الرفاع في مسيرة البناء والتطوير ويعكس المكانة التي تحظى بها على كافة الأصعدة وشاد نائب جلالة الملك ولي العهد بالجهد المبدول في إعداد الكتاب وما يحويه من شواهد تاريخية دال على عراقة وأصالة مدينة الرفاع كأحدى أهم مدن البحرين ودورها في النهضة التنموية للمملكة منوها بالدور الذي تطلع به المحافظة الجنوبية ومبادراتها المتنوعة لترسيخ الإرث التاريخي لوطننا الغالي من جانبه أعرب سمو محافظة المحافظة الجنوبية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه من دعم متواصل ومبادرات للمحافظة الجنوبية اشتركوا في القناة